بسم الله الرحمن الرحيم ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم هل كل الأمر بالنزلة فإن نجد كائنا سيكون الذهاب السفرخة فإن حلقتنا إذا ثم نجد جميع المهات الدرس فإن نجد فسنت نقل الناس وعندما يرغب علينا بسرعة الحدافر وأنت نجد الفسر يجد متأكد من المكان لأسفر وعندما يتنظر الأمر يتقلم نعم نعم عندما نعطي حسنا بلغني صوت حيث ألا لا هذا لا يوجد أنت تقول لا أريد أن أتوقف ولكن أريد أن أخذك لا تتوقف لا لن توقف لن توقف لن توقف نعم لن توقف لن حتى امتتعي حسنا 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 أمتتعي حسنا . أَنَّعَ بِي أَوْلَا عِلَى مُعْدِينًا . . . أنت أريد أن أسأل هذه المصورة في حالة أبوالي 6 إنها تحققا إنها تحققا مرحباً الشيء يشترك إنه مبارك إنه مبارك لا يوجد إليه إذاً هذا يقبض جدا من الربية مبارك سأفعلنا بأس الله الآن اللهわかلت النبي أولى بالمؤمنين المقسم the Prophet is closer to the believer than their own selves and his wives are their believers the Prophet is closer to the believers than their own ماذا يقول؟ حسناً مرات مرات بإبنشان نحن كان معه وقاله عمار بن خطار عمار عمار يقول او الله سنجر انت مرات من كل شيء وقاله مرات يجب أن تتعلم مرات 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 غير انت مرات انت يا أولا او الله سنجر إذا كان لأسهل كبير بالجميع من أي شيء آخر هذا ما يعني أنت في قضية كبير فإن يتكلم كبير فإذا يذكر أنه يكون يأتي لك أنه يأتي لأسهل أسفل أنه يقول وخبرت أنه أنه ياري لأسهل إلى كل شيء إذا أعتقد أنه يكون النبي إنه سيد يسأل أنك لا يكون لديك إنتين لتأسجل إليك أن يكون لديك أن تركنا هذا أفضل فكيفية أن النبي يكون لديك أоїن لنا ال�авно لنا أفضل تفضل أنه إليك إليه أفضل سألني أفضل أنه أفضل الغديث يجب أن يجب أنه تفاوية يجب أن شمحين So if there is a verse, the hadith explains it in the Prophet. So it becomes no more ambiguous. You understand that my brother? Don't say I am closer to him, and he added something, I want you to read from Abu Khali C tempest, that he said I am with him, closer to him, in life and the earth. هذا من باحده. no okay Just think about Jesus. He's with us whatever we do. او انه ربنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِي بِاللّٰهِ عَمَّاةٍ Very clearly, don't say for those who have been killed in the way of Allah, they are dead. بَلْ أَحْيَاءُ They are alive وَلَكِلَّ تَشْعُرُونَ You don't understand. And there's another place بَلَا تَحْسَبَنًا لِذِنَمْ قُتِلُ فِي سَبِي بِاللّٰهِ عَمَّاتٍ فَالْأَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِ مِنْ سَقُولُ They are so much alive, Allah gives them nourishment. And if the Prophet ﷺ is the greatest of Allah's creation and the shuhada who have been martyred, and we can't say that they are dead, we must say, we can't even say that, we can't even think they are dead. We have to even think they are alive. And hadith in a very strong hadith, I believe it's Bukhari, but you'll find it in the 14 hadith, about how Allah puts the soul of the martyrs as little birds who are free to travel. That's right, who are free to travel. So this is a position in the afterlife of Rasulullah ﷺ. And this is why we can't say because he is so close, and because he receives our blessing when we send it, as an angel takes it and presents it to Rasulullah ﷺ. He delivers it to him. And the Prophet ﷺ as hadith is, Allah puts my soul into my body and I send this back to him. And you must have read this, haven't you? So for this reason, he takes care of Allah ﷺ, put my soul in my body and I send the reading. That's true. That's true. Go ahead now. Sorry.